سباح الخير سباح الخير وانشانا نهاركم اسعد ليام وما كنتوا قاعدين تسموه في اكس بخسف فام تسعة واثنين واربعين دقيقة تلاثة واربعين بيوتو حتى للعاشرة ونصف متاع صباح معكم ريمس عايدية منروا الميكرو بوختخي في بوختخي اليوم في بوختخي في كاريير نحكيه على شخصية الحذر الحذر اللي هي الشخصية كما قلنا من اللول فمبرشة جوانب فيها البي وفيها الخير كما شخصية تقول لما نشوفوا لي معاقدة ممكن اكثر من الغيرة مش رخصيات هذي الكل بشنا عرفو توتفيت مع عظيفة نالي كنت قدمته لكم انبكري بصيفة غير مباشرة على خطرتاو بشتحكي بشتقول فبع الخير مرحبا مرحبا فبع الخير ناديا ناديا بالحاج سالم مطوي دي فتنا شرفتنا ناورتنا ناديا مختصة في التنمية البشرية وستاذة الجامعية يعيشك ناديا بش نحكيو على الشخصية هذي شخصية اليها شخصية سادسة في النياقرام من اهم وابرز خصال الشخصية هذي متعلقة بالوفاء الكبير والتعلق الكبير بالاشخاص كما بدأ في الحياة والوفاء الكبير المبدأ هذي دا اكزاكتون اه كما مستنسي نشوفوا دون كريم يعطيك الصحة احنا كل مرة معناها نختارو شخصية نحكيو عليها والاذا كنا نختارو شخصية خاطر شخصية هذو ما يتعايشوا معنا والحكمة في هذالكل ان بش نتعرفو عالك الشخصية هذيك عن قرب وحتى نتعرفوا على رويحنا من خلال الشخصيات هذيكم بش نعرفوا كيفاش نتعايشوا معاهم ونعرفوا رويحنا أكثر وهذي كانت نجم تكون أول خطوة بش معناها في النجاح وبش يكون فما التواصل الإيجابي بين العبيد هذو ما الشخصية اليوم قلنا احنا بش نحكيو عالإنسان الحذر بيه الإنسان الحذر ديما احنا بش نبدايو التوات ديما وقت لي نحكيو عالى شخصية نشوفو الجانب الإيجابي متاحا هي شخصية مراضية كما شوفنا في شخصيات أخرى مثلا شخصية نرجاسية والحاجة وإنما تنجم كما أي شخصية بإفراط في حاجة معينة يولي مرض به شخصية الحذرة هذية والإنسان الفتن مشكل مزل حتى ساميلو الأوياليست لم تحكيو عاليس من بعد لو نحكا أشخيو اليوم معveisب Cam muốn ظهر محنور لأجلب الله Knull نعرف بى شعب بك في سيارة حتي في حياتي معناها لدي دراسي عاه نوني بش وأنما سأت دعني مت дажеCO شخصية هذو ما هو أول ، إنسان تتقلق هو يدايه معنها شخص هذي قونا ساعبش نبدأو بالحاجة الإيجابية شخص الحاضر هذيه إنسان سيكالكندو بخان سيب معناها شخص عنده مبادئ قوية برشا وفي مبادئه إليه صلب معناها هي جيد اللي ما يقبلش مهوش مرن وتمشوفوا كيفاش هلا عدم المرونة هذيه هي اللي نبعد تلعب ضده معناها على خاطر المرونة حاجة به برشا وهي نقوله في التنمية البشرية المرونة هي القوة معناها الإنسان هذي عنده مبادئ وحسب بش نذكروهم إذا كان نمشيه في الخصائص السبتة بتاع أولمان يتميز بالأول حاجة أنه إنسان مستقل يحب برشا الاستقلالية معناها عنده معناها عنده حضر في علاقاته مع روحه في علاقاته مع العبيد في الخدمة في الأحداث إنسان اللي هو بش يكون ينتيسيب للشوز ودايوغ هذي الخصائص الخصوصية الثالثة أنه إنسان عنده نظرة استشرافية كبيرة برشا معناها وهذيك وثكي برشا اللي خليه يشوف من وراء ويقرأ من وراء الأحداث ودايوغ طاو بعد نشوفه من أكثر العبيد اللي تنجح في معناها في الخدمة هذيه هما الجورناليست الجورناليست معناها سيتونكاليتي هذيه الإنسان الحاضر تعاون برشا الصحوفيه يعنيها تتفي معناها كل السيزيام سانس هذيك وكل الانتيسيباسيون وكل نظرة الاستشرافية للحاجة معناها للحقق والمقاعة تخليه أنه دونك إلانتيسيب الحاجة الرابعة دونك الشخص هذيه أنه عنده سيستم دو ديفانس بوي برشا إنسان بويس قلنا معناه السعي بيسر تتخلو في الزن دو كنفور متاعو إنسان عنده مبادئ دونك دي ما أنتوري بك محسن بك المبادئ متاعو والمبادئ متاعو أكثر مبادئ معناها إنسان ميحبش الخيانة الالوايوتي معناه إنسان حقاني برشا ميحبش كون تعدى على حقو صاحب كلمة دونك إنسان حريص في المواعيد متاعو أعطيته كلمة يلزم كتكون قد الكلمة دونك إنسان بشيق يوالي يتبع دقيق يسر جدا جدا معناها في معاملاته مع العبيب ويحاسب وهذا ما يخاليه في بعض الحالات يعاني على خاطر ما يسامحش معناها يوالي يتجاوز له معناها ولا يتعدى حدوده معاه إنا وماية نادية نحن نرجع لحاجة أنت قلت أنت قلت ما يسمحش وإلا يمن يسر معناها بالفيداليتي في العلاقات الوفاء يعتبر لي مثلا العدم الوفاء حتى في حاجة صغيرة يمكن من أشخصية أخرى وشخصية أخرى كنا نحكينا عليها متنتبه ليش هو يعتبرها خيانة خيانة كلمة كبيرة يمكن هو حتى حاجة بسيطة نجم يشوفها خيانة هنا معناها الشخصية ذاي كمي تحب تشوف روحها في الناس الأخرين يعني كما أنا نصرف معاك نحبك بالضبط تصرف معايا كيف دايغ أنت تم نقطة مهمة ياسر حكيت على لي هو سعيب الدخول في زندو كونفورم تاعه أما رغم هذية نلقاه الأشخاص اللي يحبهم ونلقرب منه عندها يحميهم صفة كبيرة ياسر ويحبهم ياسر بالضبط بالضبط هو هني نقول لك إنسان سحب مبدأ مبدأ كبيرة برشا المبدأ هذية قوية يتخلي عنده الساعة ويليه تخيز أفكتوه يليه إيبار سنسبل وميظهر يشاك السنسبلت ويليه عنده لسنس دلانباتي معناه يسمع ياسر عنده كل مواجدة مع الشخص الآخر دونك يمشي للآخر يحاول يسمع سوف كإنسان تخو كاري معناها إنسان متنا جمش تحاول تكون سوبل معاه وإلا تغلط وإلا تدخلو كما قلنا احنا في الزون دو كنفور وهذه حاجة مبدأ هو نجمو كله معناها عام بصفة عامة ويمكن هذية اللي حطنا احنا في برشا مشاكل نشوفوهم اليوم أنه الشخص ديما احنا بصفة عامة ونا تنضانس نحب نطوع والعباد لأفكارنا احنا لتبايعنا احنا ومنقبلوش الأشخاص هيا الأشخاص الأخرى كما هي وهذه المشكل احنا الاختلاف رحمة راهو وفي الاختلاف تواصل كبير وفي الاختلاف ثراء كبير برشا الشخص هذية مش معناها قلنا حاجة معناها عنده خائبة بالعكس ولكن أنه نظرته هو للأشياء إنسان يحاسب روحه ياسر ويحاسب الأشخاص الأخرى وما يقبلش الخطأ وهذهك عليش هو تلقاه ديما يحاسب في روحه ويحاسب في العباد على خاطر سعيب ياسر يقبل الخطأ بينك هو الخطأ معناها حاجة إنسانية معناها ومش الناس الكل تنجم تكون كيف كيف دونك وهذا ينبعد أحنا مبعد إذا كان بش نحكيه على الكوتة إكساسي في الحذر وفي الفيجيلان أنه يلزم يحاول يكون أكثر مرن ويحاول أنه يكون أكثر معناها ينجم يمرر أفكار ويمرر مبادئ ومش معناها بش يتنازل معه من مبادئ ولكن بش يقبل الطرف الآخر ويحاول يتعايش معه ويحاول وخاصة اللي يخليه يتيح معناها في اللكسي أنه ساعات يلنتيسيب حاجات غالطة ينجم يكون عنده النمط التفكير أنه ياسر يكون في الججمع وإحنا في التواصل لننصح به أن تكون عندنا مبادئة حاجة هيلة برشا أما أننا نحترم الآخر وما نكونوش في النمط التفكير نكونو أكثر نحاسبو الآخر أن نجيج أن نجيج على الفئ من نطاع الشخص معناها إذا كان منعرش عندي معاك شغل عمل وإذا كان اختلفنا على شيء مش معناها أنا شخص نحكمش على الكنتبان نحكمو على العمل على الوضعية في حدثنا هو بالإكسسيب اللي عنده هذك يخليه ينجم يحكم على الشخص وإليه مم كابل دكلاسي لجانب معناها دونك هذك معناها عالش قتلك حتى لتوليرانس معناها ما إليه كابل أنه كي يدخل في كنفلي مع شخص معتش يحكي معناها معناها فلا وهذي ما تعاونوش برشا معناها من بعد شخصية شككة بطبحة برشا شككة نحن نحكيوه من بعد على الجانب هذي نحن نحكيوه عالباهي والخائب اللي فيه على خطر كنشوفوه زديفة مجانب باهي وقوي برشا خاصة داخل المؤسسة بنسبة للمشاريع المخترى والمشاريع اللي فيها غيسك كبير هوني الناس هذو مينجمو ينفعون يسر داخل المؤسسات لأي حد هذي سلب وإيجابي نحن نحكيوه من بعد تفاصيل الشخصية هذي شو تنجم تخدم وكيفش نجمو نصرف معها داخل المؤسسات انت لك أنت سمع فينا وتنتمي للشخصية هذي تقول هذي يا أنا اسمعنا تكتشف روحك أكثر وتعرف كيفش تنجم انت بيدك تحصن طريقة تصرفك مع الناس ولك ينزدى دي ماناجر يسمع فينا وعندهم ناس كي من هكا داخل المؤسسة كيفش نجم تستغل لهم أحسن استغل لإيجابي داخل المؤسسة وتوجه التقاط المتاح ما هذا هو علشان نحكيوه اليوم في بورتخي على الشخصية الحذرة كما قلنا من بكري ثم بعض ناسي سميوه هكيا شخصية من بكري قالت نادية بالحاج سلم متويذفتنا اليوم مختصة في التدريب والمدربة والتنمية الذاتي والبشرية وستاذة جامعية مختصة في التواصل جستما اليوم نحكيوه على التواصل هذا الشخصية من أهم النقاط المتاحة كنت أحكي أنت بكري قلت فما إشكالية صغيرة فتواصل الخطر شخصية ياسر كغي اللي ما تنجمش ودخل لها بسهولة في العالم المتاحة ولكن دخلت ستهانة وتطمين كما نقوله على خطر هو فتح لك لأبابلك نفتحها معاشي سكر إلا في حالة الخيانة وقفنا عند نقطة مهمة نادية وهي إنه شخصية ذاية شخصية تشوف البعيد ياسر تمشي استشرافية بلا استشرافية عندها حساسية ومش حساسية بعض نظر أحنا متبصرة بلا عندها ينصصي بالتاكستخيم فما نسكول عندها حتى سيزيام سونس تشوف البعيد برشة وقلت اللي شيء هذي في المؤسسة ينجم يكون مفيد برشة لكن نحكيه على مشاريع مطروحة اللي فما حتى يكون يقول المشاريع اللي تبدأ فيها خصوصيات معينة اللي أول مرة تطرح داخل المؤسسة هو عنده النظرة متاعه تسمح له انه طلع النقاقص متاحها الكل اللي ما نجم حتى حتى يشوفه بالفريق بالضبط جستو مع ريم هو عنده قلنا شخص عنده بكو دوكاليتي وهالخصائص هذي اللي عنده هذي ثراء كبير بالنسبة لشخصيته إذا كان معناها يستغلها بحكمة وبرسانة وبأغموني إنسان ينجم يكون إنسان ناجح جدا واللي اللي عنده ينجح معه وينجح برشاعت بل في جورته معناها دونقنا من حاجات يخالي تنجح ويتخالي يخد دي بوست دي 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 سيدي دي بوست دي بوست دي دي بوست دي بوست دي رسبنسابلت قلنا خاطر هو شخص معناها إنسان مسؤول إنسان عنده كل حاضر إنسان يقف على التالي عنده نظرة استشرافية عنده للدی فانسان عنده عندو قنن نزيها il est très sérieux أو حاجة أخرى il est très fidèle donc نوكتا ستساول أخيرا أنو c'est quelqu'un qui est très fidèle أعليش قنن فدل c'est tout à fait normal et c'est très logique قنن c'est un homme de principe c'est un homme de valeur c'est quelqu'un أليه كن قل أوم bien sûr أوم أوفا معنى avec grand H نعم je suis une discrimination donc c'est quelqu'un c'est une personnalité qui a beaucoup d'atouts et des points forts أليه ينجح في الشركة وتخليه خاصة يشد des postes متاع responsabilité كما ناخد على سبيل المثال un poste de direction de ressources humaines معنى الشخص هدايا بال le qualité اللي عندو معنى الخصائص اللي عندو هدوما يخليه ينجم ينجح في إدارة العباد على خاطر قن عندو l'empathie عندو sens de l'écoute عندو النظرة الاستشرافية عندو ينجم معنى عندو المبادى اللي هو ينجم بشي غريصم في العباد ويهو تجري toute une équipe عندو قنا لفلير اللي عاونو برشا في الركrutمان وي عاونو برشا في للا gestion de poste ولا la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences donc c'est quelqu'un de consensue donc يحب يطور معنى في ذاتو إنسان عملي إنسان donc يحب وطن نشوف على شمي جي donc يحب إنسان يطور في كفائيته وعندو الصنص متاع التحدي تخيز وهو هذي إنسان اللي عندو الذكاء العملي متطور عندو برشا هذي كلي خليه ديما حاريس حاريس أنو بشيكون ديما خير وديما خير إطن دوني قلنا إنسان ميحب يغلط معنى إنسان يقرب برشا الشخصية برشا نيست دوني بخلليه معنى ها يطور في الكفائيت متاعش يتخليه معنى ها يشت دي پست كي ما قلنا دي پست دي ركتور دي رسورس همان في الماركتين كيف كيف دوني اي پست يخلين الفي علاقات مع العباد وعلاقات اللي فى دي پروژ دينا عزر 별 دوني هوا ينجح فيهم معنى ها دي 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 تقريباً طبقاً كناديا الكلوم فيه في رق عمل وهو يلقى راحته في الخدمة مع الفريق رغم اليوم كن قلنا شوية كلام نياكس ماهوش موضاد شوية اللي ينقله فيه طويقه بحكم الشخصية كما قلتاتي ما نشيوش يصير البعيد في الاليكاليتي هذوما أما من كثر حبه للانتمائي ديك علشنا نقاوه ديما متعاونا نقاوه مع انتها نتوقي ليدرشيب زادا ينجح برشا ستين بيرسوناليتي دو ليدرشيب قلنا راهو ينجح في فريق على خاطر إذا كان الفريق يشبه له وإذا كان إليه كنفورميسة أفك لفالوره متاعه ويستهل الثقام متاعه صحي ويستهل الثقام متاعه دونك سيكالك يمكن جيري سا دي مانير خي افكاس ويكون بان ليدر على خاطر عنده الميكانيزم دوتو ريجولاشون وعنده على خاطر هو راهو المبادئ مهم جداً معناها بالنسبة للشخص خاطر هي اللي بيش تخلي هذيك يتعادلو إثنية ويتخلي هو معناها نقولو احنا الموغالومتر المراجمات المزيدها لتعديد المشاويل ولكنه المشكلة المشكلة التي تدخل في هذه الأشخاصاء ومن أن تنفيذ الّ مجال وقال إستطاعت التي تعد طرع مشاكل تبدأ مشاكل وقت اللي شخص هذيك يخلط عن دقري دو رجيدتي اللي تولي هذيك تولي ضعف معتش تولي قوة وتولي يدخل حتى في معناها مع العباد واصلا هو اللي يتعب اولا يتعب مغالما خاطر دغير سابش ولي انا تدو سترس كي تخي تخي فوق واللي تدو سترس هذيك بشي يولي اني مع روحو الكونفلي مع روحو هذيك بشي يولي اوتوماتيك مو انسان معاش مرتاح مع روحو بشي يولي مع العباد كيف كيف مهوش مرتاح معناه انسان شخص ينجم يمشي لبعيد معناه تنجم انتي منعش صار حدثة بسيط هو يقوله بطريقة اللي مش معقولة واللي مفرطة واللي التجم تنجر عنها مشاكل كبيرة برجا هوني كنت قاعدة تقول نديا لي كانوا يقتل الجزء العقل اللي فيه صحيح صبية معناتها يولي قاتله ديماج شك يولي ما يشوفش الامور بصفة طبيعية الاختنجم تكون امورة طبيعية يسر ما فهم حتى الشاي وراه معناتها الشاي اللي خليه متقلق يسر متردد برجا مع رشيخ وقرارات وذي الكل ولي عكس اللي كنا نقوله في من بك بالضبط هذا الكل عنده تفسير عنده تفسير على اللي خليه هو يتصرف بالحرص هذيه و بالحضر هذيه ثم دو شوز على ماعنيها فم اولا انا بتات نعطي اتكاته الخوف عنده خوف داخلي هذيه شخص ديم خايف خايف بش يغلق خايف العبيد اللي تخمب خايف العبيد تفهمه بالغالب خايف لا ما ينجحش دونك الخوف هذيك والخوف قلنا يولي الخوف مرضي يولي يتعدى في السلوك ويولي اوتوماتيكمان قلنا هو اتن دوني شخص حساس جدا دونك يولي معادش ينجم يضغط معادش ينجم يسيطر عليك المشاعر هذيك والمشاعر هذيك هي اللي بيش تخليهم بعد اوتوماتيكمان معناها يمشي في دون دي 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 ريكسون ديكسي وتخليه معناها يباغك الالبختي العقلانية هذيك نعرف الخوف شعور والمشاعر هذيك إذا كانت تسيطر على الأفكار وعالعقل اوتوماتيكمان سايه الاسبيل كله حكمة ومساج يمشي كله يمشي دونك هذيك الحاجة اللي احنا ننصح بيها أنه إنسان اللي متخيز وكنت حب بعد شوية ما نحكيوكم كيفاش نجمو نجاوز الخوف هذيك كيفاش نجمو نحكيو الخطر اللي بشتوف واش نكمل بوقت خير واش نتعذير بالكلم بعد شوية في بعض الثواني من با مع تدقيقة نادية نحبو داخل المؤسسة خاصة بما أنا ركزو عجانب العملي والمهني لكال أنا منعجاه ونلقى قدامي شخصيتها كداخل المؤسسة نحب نستغلم أحسن استغلال ونعرف اللي نجم موصل معهم البعيد أما معنا نتسائل كيفاش نتصرف معهم هانły التصرف وديما معناها المعناها اللي بشنا ΓاملوهمaudوNiveau ثما الساعة جانب شخصي معنا شخصبي دول هو يلزم وتنشوفه الحاجات اللي تعاون بشوه يدرك بعلا المعناها المشكل اللي ذاك اللي فيه شخص يجب أن يقتنع ويحب ذات ويحب روحه ويحافظ على الحاجات البيئة اللي فيها والحاجات اللي هي كنا النقاقص اللي هي تعبر على خوف ولا تعبر على مفياس إنسان مشكيك عاليش مشكيك دون هذي يجيب إش جيب الإدراك جيب الوعي جيب الثقافة جيب اللي سسيون دو فرمسيون جيب ديز إكزرسيس أنا نحب ديما كيف نعطي لهن نموذج نحكي على سكون أبل النموذج المتكامل للتغيير اللي هو يمشي حتى من الكنديسان فيزيك للإنتلكتويل للمغال السبيرتويل الإنسان سي أنتو معناه يلزمو كيحس براحة حتى معناه حتى في عاداتو في الماكلة حتى في عاداتو معناه لزاكتفيتات سبورتيف لزاكتفيتات كولتوريل أوسان دو لانتربريز هذو ما يعاونو برشا بش الإنسان كي يحتك ويعر برشا عباد ينقص لك الخوف ينقص لك الهيجس وك التهلويس وك المعناها الشك في العباد دونك أنه يكون يخالط أكثر العباد ثم زادة تسكي لزاكزيس دو ميديتاشن زادة بهين برشا أنه يخلي الإنسان يجير لتاتة دو بور لتاتة دو سترس وكيف كيف الخوف ينجم إنسان اللي يتخاف سكونا بالتكنيك دو بورتخافيخ سيلا بور أبحتو منيش تخاف منيش إذا كان إنسان يكون متشبع بأخلاقية أنت عندك مبيد بالعكس أنت إنسان يجبك تكون عندك ثيقة في روحك وكالثيقة هذيك تسربها ومفهميش علش معناه بيش تحاسب العباد ونقبل الاختلاف دونك بالنسبة إذا كان نمشي للجانب المؤسس المؤسس إذا كان تعاون بالبرامج اللي تنجم ونحب نحيي برشا مؤسسات لهنا اللي يدخلوا في برامج متع تكوين في هاللي كمبيتنس صوفت هذوما اللي يدخلوا معناها كل جانب متع التوعية معناها العمل متاحهم بأهمية هاللي كمبيتنس صوفت بيش العباد اللي معناها أننا نتعايشوا ونقبلوا الاختلاف وهذي نجم يكون كيما قلنا حكينا مثلا بالتيم بولدينغ الكويتشينغ دو جروب باللزاكتيفيته بالكوميونيكاسون ديما التواصل يكون حاجة مهمة برشا في الشركة بيش نفهمه ويكونوا عنا إنشاخت دو كوميونيكاسون اللي هي تخلينا نقبل لاخر ونعاون لاخر أني بيش نطور له الحاجات الباية وأنه ينحد مكال نقائس اللي عنده والتواصل لدينا نرجى بماكن الشخص بيش يكون كل شيء واضح قدامه بما أنه شخص شكيك برشا كما قلنا الترانس برشا كما قلنا مهمة برشا داخل المؤسسة اللي كان وفرته له هو بشي يكون مرتاح ومش بشي يخلط للحدود اللي يكون نحكينا علام بكري حشا برك في الاخر بكلها بيتنقول لها اللي شخصية هذية يمكن بعض الناس يحسوا رواحهم فيها يشوفوا رواحهم الجزء آخر على خطر فما واجهين نجم تكون اللي كنا نحكيو فيه الكل ولا تنجم يكون الشخص ما عنده حط علقة بشك ولا بقلة تثيقة وينفان سيسر ومعنطا عكس اللي كنا نحكيو فيه الكل يوري الجزء الآخر اللي ما يتشافش يمكنني يظهر ما هو شهد مدي ما شركة هيا شخصية حضر ينغم المتكون مش وينفما الغيس كنتي تمشي مش وينفما الحاجة اللي مش متأكد منها تمشي ولكن الشخصية هذية نجم ونلقاوها بالصفة هذي متواجدة بالضبط أنت جاوبت على كل شي يعطيك صحة إفكتيف ما معنى احنا راه وديما راه وهو علم راه ومهوش علم صحيح ولكن يقربنا بش نفهمه شخصية العبد الأهم أنه أكثر حاجة أنه نقول أنه إنسان يعمل مجهود بشي فهم ذاته إذا كان التغيير التغيير يبدأ من ذاته والمجهود مشترك بين المؤسسة وبين العامل المؤسسة متنجمش تنجح في برنامج تغيير إذا كان العامل بيدوهو ميحسش بضرورة